عن تزايل ظاهرة المخدرات في العراق ينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السمبول دكتور يحيى مرحبا بكم يعني كما تعرفون العراق كان خاليا قبل الاحتلال من المخدرات ولكن ما الأسباب التي جعلت العراق واحدا من أخطر البلدان في تجارة وتعاطي المخدرات دكتور أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام المخدرات هذا المرض الخطير هو أحد وسائل الاحتلال لتمزيق النسيج المجتمع العراقي ويهدف إلى حل الأسرة العراقية لذلك قبل عام 2003 وجود قوانين صارمة تحكم بالإعدام كل من يتاجر أو يتعاطى أو يهرب أو يبيع أو يكون حائزا على هذه المواد المخدرة التي تعتبر سببا في تخريب المجتمع العراقي والأسرة العراقية لذلك كان لا يجرأ الكثير من هؤلاء من التصرف أو القيام بهذه الأعمال لأن يعرفون بأن نهايتها هو العقاب الصارم وتصل إلى الإعدام أما بعد الاحتلال وما جرى من فوضى في العراق حقيقة هذه الفوضى هي التي أنتجت هذه المخدرات وأصبحت المخدرات وسيلة من وسائل الربح لبعض القيادات السياسية والميليشيوية أصبحت متاجرة فيها من أجل تمويل بعض العصابات بعض هذه الحركات الميليشيوية بعض الأحزاب السياسية التي أيضا تمارس إلى جانب المخدرات الدعارة وقضايا الفساد الأخرى مع الأسف رغم ادعائهم بالإسلام والدعائهم بالديانات والدعائهم بنصرة المذهب ولكن ما يجري على أرض العراق واضح أنه عمل ومشروع إفساد كبير تكون المخدرات جانب رئيسي من جوانب عملية محاولة وضع صورة للانحلال في المجتمع العراقي ومع ذلك هناك الكثير من أبناء شعبنا الذين يقفون حائلا بوجه هذه الممارسات ولكن الإجراءات الحكومية إجراءات لا قيمة لها على ذكر الإجراءات السوداني دائما يتحدث عن عراق خال من المخدرات هل ترى أن الاستراتيجية التي وضعها محمد شاع السوداني قادرة بالفعل على القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والجديدة على المجتمع العراقي؟ الاستراتيجية إذا لم تكن فيها قوانين صارمة حقيقية لا يمكن أن تنفذ أو تعالج الوضع الذي عليه الآن المخدرات المخدرات الآن شبه يومي يتم القاء القبض على بعض الأشخاص ولكن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا هم الرئيسيين يتم الإعفاء عن الرؤوس الكبيرة وهناك كثير من الأخوة سواء من شيوخ العشائر أو من الناس الكفاءات تحدثت بأن هناك مزارع للمخدرات في مناطق مختلفة في العراق وأن هذه المزارع هي تحت رعاية الميليشيات فأين محمد الشاع السوداني من هذه المزارع من هذه المعامل من عمليات التهريب المستمرة القاء القبض على السائق أو القاء القبض على الذي يقوم بعملية التهريب ولكن دون التحقيق من وراء هؤلاء وإلى من تذهب هذه الأرباح المليارية التي أريد من العراق أن يكون منطلقا أيضا لتهريب هذه المخدرات إلى دول الجواب دكتور محيط هنا لماذا اختصت الميليشيات بذجارة المخدرات ما هو السبب برأيكم السبب الرئيسي أنهم أخذوا النظرية التي تمول بها العصابات المنظمة سواء في المكسيك أو في كولومبيا ونحن سمعنا بأن هناك كثير من الأحزاب التي لها علاقة بهذه المنظمات أو منظمات الجريمة المنظمة أو عصابات المخدرات في تلك المناطق ولذلك هم يريدون تمويل أنفسهم من جراء هذه التجارة والمخدرات كما هو معلوم يعني موجودة في إيران بشكل كبير ولا هناك أيضا أي قوانين رادعة في إيران بل إيران كانت هي المصدر الرئيسي وما زالت ويمر عبرها أيضا آلاف الأطنان من المخدرات من دول أخرى وأصبح العراق طوال هذه العشرين عام أيضا كمرتكز من مرتكزات عصابات المخدرات سواء للتهريب أو للتعاطي أو للزراعة أو لبناء معامل تصنيع هذه الحبوب المخدرة ولكن لا توجد أي إجراءات رادعة إلى حد هذه الساعة التي يمكن أن يستبشر بها العراقيون أن يكون العراق خالي من المخدرات عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبول شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر